ونعود إلى الشراكة المصرية الإماراتية في مدينة رأس الحكمة حيث يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢ ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي فقد حدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدن من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العالمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وقرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم جهود كبيرة تبزلها الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي لما تتميز به من موقع فريد يؤهلها وبقوة لأن تحتل المكانة اللائقة على خريطة السياحة العالمية ودائما ما كان الساحل الشمالي الغربي بعيدا عن مجريات التطوير إلى أن وصلنا لبدايات العقد الثاني من القرن الحالي عندما تحول الجانب الغربي لمصر لبؤرة صراع ساخنة بعد انهيار نظام الحكم في ليبيا وازدادت حدتها عقب صورة السلاسي من يونيو في مصر وأصبح بوابة لتهديد الأمن القومي المصري وذراعا يستهدف منها إرباك الدولة وتوسيع جبهات الصراع من خلالها ويأتي ذلك بتزامن مع اكتشافات نفطية عديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية وهو ما دفع الدولة إلى إلقاء مزيد من سقالها المالية والعسكرية لدعم بنيتها الاقتصادية بأقصى الساحل الشمالي الغربي بما يخدم أهداف التنمية ويحميها في جميع القطاعات بداية من القطاع الزراعي الذي شهد تتشين مشروعي المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية مرورا بالقطاع الصناعي الذي شهد تشيد عدد كبير من المصانع بالإضافة إلى ترسانة الإسكندرية وكذلك شهد قطاع التشيد والبناء نهضة تاريخية في الإقليم مع الإعلان عن مشروع العالمين الجديدة والعدد الكبير من الطرق التي مدت في المحور وأخيرا على الجانب العسكرية شهيدة قاعدة محمد نجيب التي تعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة وضعت مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية يمتد من العالمين واحدة السلومة لمسافة تصل إلى نحو 500 كيلو متر بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلو متر ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلو متر مربع تقريبا بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية مع تنمية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة هي أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عام المقبلة وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة وعلاوة على ذلك ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052 ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل النمو الاقتصادي المرتفع لا يقل عن 12% في السنة وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالية من أقل من 5% حاليا إلى 7% ويعد وجود شبكة طرق أهم مقاومات النجاح لهذا المشروع القومي السالس فالطرق هي شرائين التنمية لذا تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموية وبين باقي أنحاء الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وذلك ضمن الخطة القومية للطرق التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطار من طريق القاهرة الإسكندرية شرقا وبطول 220 كيلو متر وصولا إلى رأس الحكمة بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيدة من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وفي الآوينة الأخيرة شهدت منطقة الساحل الشمالي الغربي طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات وعددا كبيرا من المشروعات القومية منذ عام 2014 لم تشهدها طوال العقود الماضية التي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المنطقة والوافدين إليها وفي الإطار ذاته وضمن خطة الحكومة لتطوير المواني المصرية كان الاهتمام كبيرا بتطوير المواني في منطقة الساحل الشمالي الغربية لتعزيز اتصالية الإقليم بالعالم الخارجي وتعزيز حركة التجارة ارتباطا بالنشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة ومن هذه المواني ميناء جارجوبا الذي يقع بمدينة النجيلة على بعد 70 كيلو متر غرب مدينة مرسا مطروح ويجري تنفيذ مشروع ميناء ومدينة جارجوبا من جانب تحالف 16 شركة عالمية وبتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار وذلك فضلا عن إنشاء وتطوير المواني البرية والمواني الجافة التي تهدف إلى تقليل مدة ورود السفن الحاملة للبضائع داخل المواني وقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء مجموعة من المواني الجافة والمراكز اللوجستية بالجمهورية ومنها ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته 286 فدنا ترجمة نانسي قنقر